السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم بحلقة جديدة من سوبر نينو. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشاركي في القناة وتفعيل الجرس عشو تصلك كل جديد من الوصفاتي زي ما اتفقنا. سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة. النهاردة يا بنات هعمل لكم وصفة حلوة قوي لتفتيح اللي هو المنطقة اللي هي تحت الباط اللي هي الايبتين. آآ وصفة نكحة مية في المية مضمونة آآ طبعا وهقول لكم برضو آآ الناس اللي هي بشرتها حساسة تستخدمها ازاي والناس اللي بشرتها مختلطة او دهنية آآ تستخدمها ازاي. الوصفة بتاعت النهاردة طبيعية مية في المية. الوصفة عبارة عن ايه يا نينو انا عايز حاجة منها تفتح ومنها تجيني ريحها حلوة ومنها تبقى زي مزيل العرق. طيب هنعمل ايه? او المكون عندي هو آآ المسك. آآ كلنا عارفين المسك ده بنات المربع ده بيتبيع عند آآ آآ عند بتوع العطور. او آآ بتوع اللي هما بيبيعوا ادوات البخور وكده. بيبقى متوفر عندهم المسك ده. آآ ده بخمسة جنيه بالجبيه او بسبعة جنيه على حسب كل مكان ما بيبيعوا كام. بيقعد معاك فترة طويلة جدا ريحته حلوة قوي. بستخدمه ازاي? باخد المسك اللي عندي ببدأ انه انا ابشوره كده بالشكل ده. اهو كده. بابشور كمية بسيطة بيدي ريحة حلوة قوي 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 يعني. وطبيعي مية في المية. اهو كده. انا مش عايزة كمية كبيرة. انا عايزة حوالي كده ربع معلقة. تمام? انا هعمل كمية معاكو بسيطة. لو انش عايزة كمية تحتفز بيها مفيش مشكلة. بس انا بحب اعمل حاجات اول باول واستخدمها اه على طول يعني في وقتها. دفت المسك او المكون عندي عشان يديني ريحة حلوة. اه ده عشان نجي معايا ريحة حلوة. تاني مكون عندي اللي هو مكون التفتيح هو النشا. طبعا هعمل اه كمية دي على قد الابتين. يعني كمية بسيطة يا دوبك تقضيني. النشا. هاخلط المسك مع النشا بالشكل ده كده. تمام? ده بالنسبة للناس اللي بشرتها اه حساسة مش هتستخدم الا النشا مع المسك. وهضيف عليه يا امة مية ورد يا امة فزلين. تمام? كده احنا متفقين. البشرتها اه عاديا ان هي تستحمل معاك اي حاجة. ما فيش مشاكل هتزود كمان ربع معلقة من بي كربوناتو السوديوم اللي هو بي كربوناتو. يعني بصوا حاجة بسيطة كده يعني. مسحة كده. وهتقلب بالطريقة دي برضو. تمام? يبقى البشرتها حساسة ما تحطش البي كربوناتو. تستخدم النشا مع المسك على طول. ويا امة عايزة كريمي تستخدمي تحطش فيزلين ان انت تدمجيهم مع بعض. يا امة مية ورد. تمام? في الوصفة دي الاتنين المضمونين. يعني مية الورد حلوة قوي. والفزلين حلوة قوي. وممكن ما تحطيش ولا مية ورد ولا فيزلين. انت ممكن تخشي تاخد الشاور بتاعك. بعد كده هتطلعت نشتيف هيبقى جسمك لسه راتب تسيبي بقى المنطقة دي راتبك كده حاجة بسيطة. وتاخذي كده شوية وتدهني بهم. يبقى جسمك مبلول فهتدهني كده فهتلاقيه امتصه فما فيش مشكلة. طيب انا مش عايزة استخدمه كده هاستخدمه بمية الورد يبقى هاديف شوية صغيرين كده. أنا مستخدمه مية ورد عاديا النهاردة. عشان تديني كمان نتيجة قصرة. اهو كده. لو يبقى معايا كده اهو سايب بالشكل ده. اهو سايب كده بالشكل ده. وابدأ اننا اخد منه كده. اهو. ودهنه كده. اهو. الجلدة هيتشرب. اهو. ما فيش اي حيجة. خلص. هتلاقي ريحة حلوة. هتستخدميه كل يوم ما فيش مشكلة. تستخدميه يوم ويوم. تستخدميه بعد كل شور. انت هتلاحزي التفتيح بنفسك. وهتحكمي بنفسك. اه الوصفة دي مضمونة في مية في المية. وزي ما اتفقنا. جربيها على ايدك الاول. عشان لو بشرتك حساسة ما تحتيش البي كربوناتو. لو بشرتك مش حساسة وهتستحمل حتش البي كربوناتو. عشان البي كربوناتو بيممكن البشر حساسة يحمرها يعمل احتكاك. فلازم تتأكدي من النقطة دي. دي زي ما اتفقنا. سببوا لي رأيكم في الكومنتيات لما تجربوا الوصفة وتحكموا بنفسكم. ولو حابين نعمل اي وصفة سبوها لي عشان نحضرها سوى مع بعض. واستنوني في وصفة جديدة مع سوبر نينو. اشتركوا في القناة